موسيقى رئيس الجمهورية مقتنع بوجود حملة داخلية إقليمية المنشأ لتطويق العهد لذلك يخوض التيار الحر معركة تأليف الحكومة على طريقة فتوحات عنترى بن شداد محاولاً كسب أكثر الحصص الوزرية دسامة ولأن وقت الدلع قد انتهى بحسب توقيت الرئاسة فقد ضرب رئيس الجمهورية موعداً في الأول من أيلول ليبقى البحصة حول معرقلي تشكيل الحكومة فهل تقع الواقعة ويحصل الافتراق بين بعبدة وبيت الوسط؟ وبينما يزايد أو يزداد الاشتراكيون والقواتيون تصلباً في مقاومة ما يسميه الأول فاشية التيار وما يصنفه الثاني تنين الشر يسدد حزب الله ضربات تذكيرية ذكية تحت سقف النائب النفس والتطبيع مع سوريا كل هذا والاقتصاديون لا ينفكون يحذرون من أن وقت الدلع انتهى وآن الأوان للوجع الكبير على طريقة اليونان اتنين إذا لم نتدارك الأسوأ سريعاً أحد الظرفاء شبه متلازمة جشع الحقائب التي تنتاب قيادة التيار بقصة الثعلب الذي جوع نفسه ليتمكن من اختراق فجوة ضيقة في كرم العنب وبعد أن شبع وانتفخ تعذر عليه الخروج بسبب ضيق الفجوة فاضطر للتخلي عن كثير من ملذاته وجشعه مجدداً لكن محاولته باءت بالفشل هذه المرة لأن الوقت كان قد فات مع وصول صاحب الكرم معشات الليلة تستضيف الحارس الأمين للوطنيين الأحرار الدكتور ليس بعاصي فماذا سيقول عن ثعالب السياسة الحالية ومصير كرم دولة لبنان الكبير؟ كل تفاصيل بعد قليل مساء الخير دكتور بعاصي مساء الخير أهلا وسهلا فيك حضرتك يعني منوحي نحن اليوم تاني يوم عيد الأطحى منوحي الأجواء برأيك متى حين الوقت يدرك المعنيون اليوم بالعقد السياسي أنه لازم يضحوا بمصالحهم السياسية من أجل إنقاذ البلد حتى ما يصير البلد ضحي منوحي كلامك كمان بتقدم بأحر التهاني من المسلمين بعيد الأطحى وتأمل أنه منتمنى من كل قلبنا أنه يعيدوا الله ويكون الوضع أفضل على جميع السعود الحقيقة من المستغرب جدا أنه تكون الأزمات المفتعلة والعقبات المفتعلة تكون عم تستطيع الواحدة تلي الأخرى تستنسخ نفسها تستنسخ تستولد شو بدك يعني فيك تستعمل كلمات لحتالي نقول إنه ليش ما في وقف مع الضمير ما في اعتداد بالمصطعة العامة لأنه بالحقيقة كمراقبين عم نحكي نعم كمراقبين بدنا لا نفهم ما يجري يعني آخر آخر ما جرى هو إرادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري هلأ قبل تشكيل الحكومة يا عمي مع كل وقت فيكن تبحثوها بالمستقبل ضمن الحكومة خلينا نلاقي الحكومة بالأول وبعدين نخترع مشاكل للحل للحقيقة ما عندي أي تفسير لإلى إلا قصر نظر من جهة ورغبة في وضع اليد كل واحد من جانبه ضمن ما بتطال إيده أكتر يعني إنه يأمن حسطه وما فرقيني معه شو بصير بالله طيب هون دكتور أبو عاصي يعني فيه هيك حديث بالبلد أنه سمت مصالح خارجية هي التي تتحكم بعملية تشكيل الحكومة أو تعرقل تشكيل الحكومة طبعا من خلال إفتعال العرقيل اللي حضرتك تحدثت عنها أنت بتعتبر أنه منشأ العرقلي هو داخلي أم إقليمي أم دولي للحقيقة بيتنا لا ندرك كيف الفصل بين المحلي والإقليمي يعني أنا ميال للأعتقاد أنه لو كان فيه إرادة راسخة صلبة عند الأطراف المحليين لما كانت هناك إعاقات توضع وعواقق توضع بدرب تشكيل الحكومة كيف ما بدنا نقول فيه إرادة ورئيس الحكومة يعني أكتر من المكلف طبعا أكتر من مرة يعني بيهاجم وإنما هو بيقول أنا مصر ومتفائل بيطلع على أسرب عبدة كمان كلام رئاسة الجمهورية يعني فيه إصرار من قبل الرئاستين الأولى والثالثة على تشكيل الحكومة طب يعني هون العرقلة الإرادة متوافرة طب ليش مش عم نقدر نشكل خلينا نحكي بالتفصيل فيه ثلاث عوائق أو عقبات داخلية ثلاثة ونص بس خلينا نقول ثلاثة داخلية معروفة نعم إذا بدك منسميها العقد المعروفة العقد المعروفة الدرزية القوتية والسنية من المعارضة سنة المعارضة سنة المعارضة سنة المعارضة غيره النص هيدا العقدة النصية تلي ثلاثة ونص النص هو تشكيل بين حكومة 24 أو 30 ليه شو الفرق؟ الفرق أنه مفروض كان أنا برأيي أنه كان مفروض أنه يتمثلوا الأقليات نعم بحكومة الثلاثين يكون في تمثيل للأقليات نعم بالحكومة الثلاثين غير وردة تصبح غير وردة لها سبب قلت عقد ونص ونص ما حدا بيحكي عنه نعم فإذاً وين ممكن أنه تكون اليد الخارجية بهتت عقد وين ممكن تكون اليد الخارجية أو العامل الخارجي لسبب ما أنا ميال للاعتقاد وللاقتناع أنه العقد استولدتها استولدها الداخل لحسابات تضخيم التمثيل من جهة ونهيكي عن موضوع السلسل معطل يعني يلي بده السلسل معطل السؤال البديهي يلي بيترح نفسه لماذا السلسل معطل نعطل ماذا ونعطل من من شان هيك عم أقول أنه داخلية مش شرعي هالسؤال؟ بس هون اسمح لي إليك شو بيقول تحديداً طرف الآخر يعني مثلاً قوة مينة أداره تحديداً حزب الله بشكل خاص بيعتبر أنه العامل الخارجي وفيه فريق رئيس الجمهورية بدأ كمان بلش يلمح لهذا الموضوع أنه التأثير الخارجي هو نتيجة تمسك رئيس الحكومة المكلف بتمثيل القوات والدروز يعني وفق هن ما يطلبونه هكذا يقال على اعتبار أنه يصنف القوات والزعيم الاشتراكي والجنبلات على أنهم يعني هن يد الأقليم السعودي بعملية طرف السعودي عم أشتراكي مطلبوا أنه يتمثل بثلاثة وهو يسميهم نعم انطلاقاً من حسابات سبقوا الآخرون الاعتداد فيها يعني يلي حكي عن التمثيل والقوية وفق نتائج الانتخابات ووفق نتائج الانتخابات السؤال إذا كانوا هن الزراع الخارجي اليوم يلي عم يحط مطلب تطبيع مع النظام السوري هو شو هيدا ساعد الداخلي أو خارجي ما كمان هيدا خارجي إذا ما نقول نعم يعني هون فينا نتفق أنا وياك أنه فيه 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 تدخل خارجي بموضوع السبب هيدا برجع بقول أنه نحنا نستدعي الخارج من شان هيك قلت أنه العقبات داخلية لأنه لمن بتستدعي الخارج الخارج لا يطلب أعسام من ذلك يعني هون خلينا نحط الأمور كمان بين يصابه عم تقول أنه كل طرف عم يستدعي الخارج لحاجاته الخاصة لخدمة طبعا مطامعه الخاصة بعملية تشكيل الحكومي ده الرئيس الحكومي المكلف اليوم وهو المعني دستوريا بتشكيل الحكومي بشكل خاص يعني أولا إلى جانب تواصله مع رئيس الجمهورية طب هون مش هو قادر يوقف هالتدخلات الخارجية إذا بيحسم الأمور هو ليش ما بيوضع حد ونقطع السطر وبيرجع رئيس الحكومي المكلف مقتنع بمطالب القوات والحزب الاشتراكي مقتنع مقتنع ويجاهر بذلك نعم أما الكلام الآخر بالنسبة للتطبيع مع النظام السوري نعم فكان له موقف واضح وحاسم أنه هيدا لن يمر معه أنا ما بني مرق معه السؤال هل طرح هذا الموضوع بهذا التوقيت المعروف هل يقصد منه إحراج الرئيس الحريري لإخراجه من تكليف من بعد ما تكثر الكلام عن حكومة على حكومة أكثرية حكومة أكثرية يعني ترجع الأمور بس هوني كمان بالأمانة الرئيس الحريري هو اللي ذهب إلى البعيد ووضع عملية التطبيع كشرط أساسي بعملية تشكيل الحكومي لما نقال إنه إذا كان الموضوع موضوع التطبيع وهو معبر لفتح معبر نصيب أنا الحكومي لن تتشكل الطرف الآخر ما قال هيك الطرف الآخر عم بيطالب إنه ليش بنا نكون ملكيين أكثر من الملك إذا كانت الدول هي فتحت على النظام السوري نحن الأولى يعني نحن أولى أنه نفتح على هذا النظام خدمة اللي ما صرحنا من حق أن يقوله ستنا هلأ وضعت يدك على الجرح لماذا وهناك إجابة نعم نويك هلأ عم نجاوب على سؤال أكثر من فريق عم يطرحوا على نفسه لماذا توقيت طرح التطبيع مع النظام السوري نعم توقيت شو جوابك أنا توقيته لعرقلت تشكيل الحكومة هني بدون يعرقلوا ما هني 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 اللي عم بيطالبوا بالتسريع في تشكيل الحكومة ظاهريا هني عم بيطالبوا بس فعليا بين الإسرار على 11 من حصة الرئيس نعم حصة الرئيس والتيار يعني نعم 11 يعني السلسل معطل بين السلسل معطل وبين تطبيع مع النظام السوري نعم يساوي جمعيون مع بعضهم يساوي تأخير أو وضع عقبة جديدة أمام تشكيل الحكومة العتيلة طيب شو مصلحته إذا تأخرت تشكيل الحكومة هذا السؤال اللي ما عنا جواب عليه يعني مين إنه مصلحة لسبب بلشنا نقول إنه تأخير تشكيل الحكومة هو كنية عن مأساة بالنسبة للوضع الاقتصادي اللبناني نعم فيه بالسادر كلنا من نتذكر نعم مطالب بإصلاحات بنيوية نعم هالإصلاحات البنيوية لم توضع بقانون الموازنة لو وضعت بقانون الموازنة كانت مرأة نعم هلأ إذا ما فيه إصلاحات بنيوية فيه تأجيل لسادر مؤتمر تأجيل تنفيذ مكررات مؤتمر سادر من شان هيكي عم أقول إنه نحن السؤال الكبير اللي بيطرح نفسه إنه حتى لو كان الخارج عم يدخل مفروض الداخل يكون متراص ومتضامن بواجه الخارج لمنعه من التدخل لتأخير تشكيل الحكومة دكتور ليس بوعاص انت لقل من النظرية اللي حطيتك حطيتها هلأ أو الفرضية اللي اقترحتها هوي إنه التأخير موضوع تشكيل الحكومة سيؤخر تنفيذ سادر طب هون يعني طرف المتضرر يلي مش هو مبدئيا فين أفهم رئيس الحكومة المكلف هو يؤخر سادر يعني كل يلي عم بيحط عقابة من أطراف اللبنانيين كل العقابات يلي موجودة وعم تفتعل وآخرة وأهمة هو عملية تطبيع مع النظام السوري هي لتأخير وضع عجلة الاقتصاد اللبناني وضعها بموضع الانتاج يعني للحقيقة لما بتصير تفكري فيها إنه واحد واحد زائد واحد بساق واثنين كان بسادر واضح كليا أصدقاء لبنان إنه فيه مقررات 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 بإصلاحات جزرية للاقتصاد اللبناني بإصلاحات طيب بنيوية يعني مش إصلاحات هيك نعم ملاقبة طبعا في متابعة دولية للموضوع طبعا طبعا تأخير الحكومة بأخر سادر فمن المستفيد لا سبب عمقول ليش مضروبين على رأسنا كاللبنانيين ومن تصير نبش لنقول أنا أكيد متأكد إنه النظام السوري إلو مصدحة إنه يكون اليوم فيه طرح يلمط اللي طرح من قبل بداية حزب الله وبعدين الآخرين نعم بالنسبة للنظام السوري بس ما بفهم إنه اللبنانيين شو مصدحتهم فيها إذا كان السورية إلى مصدحة نحن كاللبنانيين شو مصدحتنا فيه؟ مصدحتنا بالعكس إنه تقوم الحكومة تعرفين نحن عم نحكي الحكومة كمواطنين يعني منا مطلعين على خفاية الأمور نعم تقوم الحكومة وإنه تهب للعمل لتعود ده الوقت الضائع يلي هدرته بالله خلينا نلخص شو حضرتك عم بتحاول بالأسئلة يلي عم تحاول تطرحها اليوم بالمحاور حلقتنا بتقول إنه تأخير الحكومة سيؤخر عملياً الانطلاق بتنفيذ مقررات مؤتمر سادر هذا سينعكس سلباً على عجلة الاقتصاد المناني من يؤخر الحكومة هو المتضرر من تنفيذ مقررات مؤتمر سادر عملياً يعني هو طرف حزب الله؟ يعني كل واحد بيكون مشارك فيها بتثبت يعني السؤال بيطرح نفسه كمان إنه حزب الله نقى الوقت عم ينقى الوقت بالوقت يلي فيه كلام عن العودة إلى النائب النفس شفنا سيد حسن نصر الله عم يستقبل وفد حوسي نعم وكان فيه يستقبل وما يحطوا على تلفزيون يعني لو ما فيه رسالة عم بيوجهها شو الرسالة يلي قريتها حدثة؟ الرسالة رسالة إقليمية أكثر ما هي لبنانية اللبنانية ما عاد عنده رسائل ولا أي وزن لا يقيم أي وزن للقوى اللبنانية حسب الله نعم يعني الأمر لي وماشي شو بتحكي؟ بتحكي بكف يعني أنه موجود بسوريا إقليمية موجهة إلى السعودية طبعاً طبعاً للسعودية والمنظومة العربية نعم جامعة الدول العربية يقول فيها ماذا لبنان هو في محور الممانعة؟ طبعاً وغيره؟ لبنان فيه والأمر لي آه والأمر لي والأمر لي وأنا لاعب فاعل على الصعيد الإقليمي وأجاهر بدعم الحوثيين نعم ولست خجولاً ولا أخجل من ذلك فينا نعتبر انطلاقاً مما قيل أنه لبنان قدم يعني شو بقوله التزامات للرئيس الفرنسي بين عملية استقالة رئيس الحكومة المكلفة من الرياض قيل أنا ذاك أنه لبنان قدم التزامات للرئيس الفرنسي أنه حزب الله لن يبادر إلى يعني مواجهة السعودية إعلامياً بعد اللي صار مؤخراً استقبال الوفد الحوثي فينا نقول أن حزب الله خلص وضع نقطة وقال أنا رجعت إلى ما كنت عليه قبل الاتفاق مع رئيس الفرنسي بس ما وقف ما وقف ولا مرة بس إعلامياً كان فيه هدنة بإطلالاته دايماً كان فيه عنده بند يتعلق بالخليج وبالعربية السعودية بس ما كان فيه هجوم مباشر ما كان فيه هجوم مباشر بس على طول كان فيه تلميح لها وهونيك وانطلاقاً منها هلأ ليش تعمد إطلاقها إعلامياً وأعطاءها الدخام الإعلامية هونيك بشكل يثير حساسيات الدول العربية برأيك ستكون له تداعيات عربية لما حصل أو متل ما صار بالقبل لما كنا نشوف الزيارات السياحية على الجنوب يعني ما تفعلت كتير أنا برأيي أنه فيه عم تتكدس هالإشكاليات عم تتكدس ستنفجر بمكاننا بالنتيجة بدي يوصل الوقت أنه بدي يكون فيه انفجار خليني أرجع على صلب حلقتنا الليلة الموضوع الأساسي هل تقع المواجهة في نهاية آب بين بعبدة وبيت الوسط؟ يعني رئيس الجمهورية فيه كلام لافت صدر أو نقل عنه مؤخراً بداية أيلول هي نقطة الفاصلة التي ستدفع رئيس الجمهورية إلى المبادرة بتعليقك شو رح يكون هالمبادرة شو رح تكون؟ وهل هالمبادرة ستؤثر على التسوية الرئاسية يلي صمدت حتى الآن بالرغم من كل ما مرت فيه؟ خلينا أقول أول شي دستورياً شو الدستور بنص؟ الدستور يشكل الحكومة الرئيس المكلف بناءًا لاستشارات منظمة بإجراءة رئيس جمهورية وبالتشاور مع رئيس جمهورية كلمة بالتشاور كلمة التشاور هنا شو المشترع قصد فيها إنه ما فيه شي ملزم تشاور مع الرئيس وصلنا لواحد أيلول ما قيمت شو ممكن رئيس الجمهورية يعمل دستورياً عن بحك فيه يوجه رسالة لمجلس النواب فيه يوجه رسالة للبنيين يحط فيها كل ما هو زعجه أو يتمنى إنه يحصل هذا لا يلزم بشيء رئيس الحكومة المكلف علماً إنه رئيس الحكومة صبح عنده نأزة من تصرفات طيار الوطني الحر تكتر لبنان القوي وتحديداً اهتزت بشكل من الأشكال التسوية الكبرى التي تمت اهتزت وكانت زبدك الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية سيد جبران باسيل للبيت الوسط كانت برهان إنه فيه اهتزاز بطاول التسوية بس شفنا كمان إنه رئيس الحكومة المكلف من أصر بعبدة طلع قال إنه التسوية صامدة وما في شي بهزة وعلاقتي أنا ورئيس الجمهورية هي علاقة ممتازة كتير عال هذه النقطة لكن بدي أوصل لها إنه قلنا وصلنا على 31 أهب أول أيلول بدي يقول شيء جديد الرئيس نعم إذا كانت العلاقات مثل ما عم يوسفها الرئيس المكلف علاقات منيحة بين الرئيسين شو ممكن يقول عن الرئيس المكلف من هون استوقفني كلام اليوم رد للنائب الأستاذ ألعون لما سألوه إنه هل بيقلب الطاولة على رئيس حكومة المكلف قال لاش ما بيقلبه سوا الطاولة طيب هل ستتم المجاهرة بالعقبات التي ومن يقف وراء هذه العقبات من قبل الرئيسين أو إنه سيتولى الأمر رئيس الجمهورية أغلب الظن أنه أنا بعتقد أنه رئيس الجمهورية بده يفشخ فشخة إضافية نحو الدلالة بأصبع اليد على من يعتبرهم معرقلين اللوني هل هذلك سيصيب رئيس الحكومة المكلف لاش عم قول سيصيبه لأنه بأكتر من مناسبة رئيس الجمهورية قال خلي قدم لي التشكيلة وتوليفي اللي بيعملها يقدم لي إياها وأنا ببحث عني كيف الرئيس المكلف بيقول أنه قدم تشكيلتين بدلوا بس الرئيس نفى مصادر الرئيس على الأقل ما نقل عنه بيقول أنا ما أخذ تشكيلة أخذ توزيع حصص هوني الدعب على الكلامة هل سيكون عقبة بالعلاقات بين رئيسين يعني في علامة استفهام كبيرة شو ممكن تأدي يعني على ضوء ما سيقول الرئيس ستتحدد مصير العلاقة تسوية بين الرئيس الحكومة والرئيس الجمهورية طيب هون سؤال يطرح نفسه يعني حزب الله يريد رئيس حكومة وازن من أجل يعني طبعا يحمي مصالحه بالنهية هل من مصلحة حزب الله اليوم أنه يكسر الرئيس الحريري على الصحة السنية بشكل خاص يعني إذا ما ذهب ذهبت الأمور نحو المدى الأبعاد أنا برأي مصلحته لحزب الله مصلحته ببقاء الرئيس الحريري في سدة رئيسة الحكومة نعم إليه مصلحه ما ننسى أنه نحن إدمين على حكم محكمة دولية نعم وهذا الحكم كما لم يعود ذلك سرا يسمي المرتكبين وعلاقتهم بحزب الله مما سيصير الشارع السنة من هون مصلحة حزب الله أنه يكون فيه رئيس الحكومة أن يكون سعد الحريري هو رئيس الحكومة وأن يكون هناك موقف إذا بدك منوك كتير متطرف نعم اعتدال السنة اعتدال السنة طب ليش لكن اليوم حزب الله عم يدفع باتجاه إحراج رئيس الحكومة المكلف السنة المعتدل بموضوع التطبيع مع سوريا بدهيه بس بدهيه بدون أسلحة وبدون أذرع بدهيه رئيس بس يعني رئيس والأمر ليه من هوني أكبر برهان على ذلك هي أنه بدي أسالك سؤال رئيس أمين عام حزب الله أو الحزب ككل يجهل مدى الحساسية لدى الرئيس الحريري بالنسبة للنظام السوري ما بيجهلها نعم وتعمد أنه يجي بيطرح باللحظة بلشت أول شيء أنه علاقات دافئة مع سوريا انتقلت لأنه التطبيع مع النظام السوري يسبق تشكيل الحكومة بس مش هن اللي طرحوا هالموضوع مش هن اللي طرحوا هالموضوع بس الموضوع طرح طرحوا رئيس الحكومة المكلف المعادلية اللي حطت ايه بس هن كانوا البادئين بطرح هالموضوع هن يبلشوا بموضوع ما كان حدا عم يحكي له بنظام السوري ولا بالتطبيع ولا شيء في سفير لبناني مقيم بدمشق علاقات بحد أدنى ملاءمة مع قرار جامعة الدول العربية لا قرارات جامعة الدول العربية مع الإجماع العربي ليش بهالوقت هذا كل هذه سقطتها الاعتبارات وانتقلنا للتطبيع كلمة تطبيع كبيرة كثير بالنسبة للمرحلة يعني هون دكتور ليس بوعاصي يعني فيه إشكالية كمان بالكلام اللي حضرتك عب تحكي يعني عم بتقول انه حزب الله ببداية حديثنا هو عم بفرض عملية التطبيع حتى ما تتشكل الحكومة شيء قلت حضرتك؟ طبعا طبعا هلأ عم بتقول انه بده حكومة لحتى يحمي حاله من المحكمة الدولية يعني قرار المحكمة الدولية الصادر يعني هون حضرنا لا لا أنا مش عم بتنقض نقض مع نفسي يعني شو لك؟ جوابا على سؤال هل بده سعد الحريري بده سعد الحريري بس بده سعد الحريري الضعيف نعم الضعيف وانه هو يملك عنصر القوة يعني يريد رئيس حكومة مكلف هو سعد الحريري ولكن الذي لا يضع شروطا في عملية تأليف الحكومة لا مش بس لا يضع شروطا ان يسهل ان يكون سهل الانقياد لاملاءات حزب الله طب غير التطبيع مع سوريا اليوم فينا نقول طب سعد الحريري قادر يرفض التطبيع اذا رئيس الجمهورية يعني منفتح على الموضوع وبيعتبر انه فيه مصلحة لبنانية اذا كل قوة 8 قداري اللي عنده اكترية اليوم بمجلس نواب بده هالموضوع يعني اليوم سعد الحريري فيه يوقف ويقول لا لتطبيع مع سوريا ما فينا نقول سعد الحريري فيه طيار عريض طيار سيادي لبناني هو ضد التطبيع تسأليني انت ضد التطبيع نعم انا ضد التطبيع هل انت ضد الاجماع العربي كلا انا مع الاجماع العربي الاجماع العربي حتى لسوريا برات جامعة الدول العربية مش من شاند ايجي انا اطبع للايقات معه ومن وراء الشرعية العربية الشرعية الدولية تطرع اكتر من علامة السفام عن سلوكيات النظام السوري مش بتايجي لبنان يعطي شادة حسن السلوك بالنظام السوري فاذا يلي ضد التطبيع هو طيار سيادي عريض كانت تسميته 14 ادار بس بعده تخديه بالقطعة كل واحد لوحد وهو ضد التطبيع من مكونات ما كان يعرف ب14 ادار كل فريق على حدة هو ضد التطبيع معنا للاسباب اللي إلناها الملف اللبناني لم يقفل ملف المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية لم يقفل بعد وما حدا بيحكي عنه كل شي صار ما حدا جاب سيرته من السوريين إلا النفي إنه ما في شي موجود تانيا التدخل من خلال حلفاء سورية بلبنان التدخل لم يزل لا يزال فعلا والإرادة موجودة لتفعيله أكتر وهذه من شهادة بتصريحات ما يعرف ب8 ادار ووصولا إلى الوقوف نحن ما استحطنا نوقف ضد الإجماع العربي أكيد لا من هوني كانت عفوا من هوني كانت فكرة النقي بالنفس أو يريد بيستعملوا هالمصطلح وبيطبقوا الحياد الإجابي دكتور ليس بوعاصي يعني عم بتقول التدخل السوري لا يزال فاعلا والإرادة لتفعيله هي اليوم أكتر من أي وقت مضى يعني بستنتج أنه أنت مع نظرية اللي بتقول أنه النظام السوري عادة ليتحكم بالساحة الداخلية اللبنانية وهو سيتحكم أيضا بالحكومة المقبلة؟ هاي دي هاي دي جل ما يتمناه هل يتمكن من ذلك فيه عقبات أمامه بتمنعه أنه فيه إرادة لبنانية بالأول إرادة الشرعه إرادة موجودة اليوم بين وقت اللي بتكون الأكترية بإيد الفريق الممانعة اليوم بمجلس النواب وإذا الحكومة تشكلت على طريقة تلت الضامن مثل ما حضرتك عم بتقول وين بدت تكون هالإرادة مش متوافرة؟ الإرادة بتكون ساعتها يعني ما بدي استبق السياق التاريخ بس ساعتها بدي تكون بالوسائل المتوافرة إذا مش بمجلس النواب بتكون بالشارع بس بيكون فيه إرادة لقول كلا لهذه السياسة التي تضروا بعرض العائد كل التضحيات اللي قدمها لبنان لا يسترجع سياته وحريته واستقلال يعني اليوم هناك من يدافع عن عملية التطبيع عن مطلب التطبيع مع سوريا بيقلك نحن عنا مليونين نازح سوري اليوم ليش لابدنا نزايد على حالنا ما بنفتح معها النظام السوري انطلاقة من المبادرة الروسية ومنساعد بحلحلة الأمور داخليا لمصلحتنا ليش بدنا ننتظر الآخرين هن يقطفوا المصلحة على حسابنا أنا بزيد بوافق على الفكرة مع زادة عبارة أو اتنين هو أنه نحن ننسق مع الجانب الروسي والجانب الروسي يأخذ على عاتقه موضوع النزوح والأمور الروتينية التي من صلاحيات السفرات يقوم بها السفير اللبناني بسوريا لأنه في علاقات ديبلوماسية ونضلنا طويلا لنصل إلى شرط أن يكون إلى مضمون ما تكون صورة بس أو عنوان هايك يعني أتحكي عن الملفات العالقة بين لبنان وصوريا هي موضوع المعتقلين اللي ذكرتوا حضرتك هلا قبل شوي ضيفي لذلك عملية عودة النازحين عودة النازحين إضافة إلى ذلك السفير اللبناني بسوريا والسفير السوري بلبنان يقوم من دون أن يعني ذلك أنه لا بدنا نطبع معنا لأنه نعمل بور إي كونتر بنحط مع أو ضد بتحطي تابلوها هيكي بتشوفي أنه إذا طبعنا ما بدي يكرر ذاتي بالنسبة لجامعة الدول العربية بالنسبة للعرب ككل شو رح يكون الموقف؟ الموقف بدي يكون سلبي من لبنان هونيكي ومين بيكون راضي؟ بتكون راضي بس سوريا يعني أنا لأردى سوريا بدي أغضي بالشرق والغرب لها السبب بس فيه سفرة يقال سفرة دول كبيرة عم يتوصلوا مع الأسد يعني حتى اليوم نائب نواف الموسوي أو بالأمس بالأحرى كشف أنه فيه موفة سعودة زار الرئيس الأسد ونقل رسالة من ولي العهد السعودة هي عبارة عن مقايضة بيطرحوا عليه للأسد البقاء كحاكم مطلق إلى ما شاء الله وأنه السعودية على استعداد لإعادة إعمار سوريا بقابل الإبتعاد عن إيران وحزب الله وحسب النائب نواف الموسوي أنه الرئيس الأسد رفض هذه الوساطة يعني السعوديون يتواصلون مع النظام السوري نحن اليوم لش بنا نعتبر هذا الموضوع تبوء أو محرم نحن متواصلين متواصلين ما زال عنا سفير مقيم بسوريا سفير لبنان يعني في علاقة ديبلوماسية فيه تواصل ديبلوماسي ضمن القنوات فيه مدير العام الأمن العام يقوم بمهمات دقيقة وحساسة بالموضوع هناك وما حدا عم يعترض عليها أما كلمة أريد أن أرجع للموضوع ذاته أنه التطبيع اليوم بالوقت يلي جامعة الدول العربية وضعت سوريا خارج الشرعية العربية أنا ما فيي أخذ علاقة هالموضوع هذا ضيفي إلى ذلك المواضيع الشائكة العالقة معهنك وخصوصا ولا مرة حدا بحس مع الأهل المعتقلين اللبنانيين بالسجون السوري يعني بلشت الحرب ورح تخلص الحرب ويصير إن شاء الله حل سلمي وموضوعهم بعد بحاجة ما حدا بيحكي فيه ما حدا بيجيب سيرت هاي دي يعني هون ما بعرف إلى أي مدى يعني الموضوع النزوح يعني مهم نحكي فيه ولكن بقناعتك دكتور اليس بوعص المبادرة الروسية هي نظريا جيدة مثل ما لكل أجمع ولكن عمليا قادرين انطباقة في ظل رفض الدول لتمويل إعادة أعمار سوريا برأيك يعني أنا ما عندي معلومات كتير بهالموضوع هذا بس حسب ما باخد سوابق يلي حاصلي بغير بلدين شهدت حروب ومن بعد منها إعادة أعمار عاجلا أم آجلا أوروبا ستكون مشاركة بإعادة أعمار أمريكا مع أنه لليوم تبدي رفض تبدي رفض سمعنا اليوم جون بولتر يقول بده يستخدم عملية إعادة الأعمار كشرط أساسي لخروج إيران من سوريا لخروج إيران من سوريا هذا شرط مستحيل طبعا لها سبب عاجلا أم آجلا أمريكا بدأت تنضم كمان لإعادة أعمار سوريا برأيك برأيك ممكن أمريكا تنضم إذا منفزت إيران شرط الانسحاب من سوريا إيران بالوقت المناسب بروسيا مع أنه سمعت كمان أنه بوتين عم بقول أنه لا يملك القدرة على هنا بس يملك القدرة للضغط على بشار الأسد مع حفظ الألقاب وقد يؤدي قد يؤدي ذلك إلى انسحاب إيران برأيك إذا طلبت روسيا من الأسد أن يطلب من إيران الانسحاب من سوريا هل يقدم على هكذا عمر؟ شو اللي بده يجبره؟ لا يوجد شيء يجبره لأنه هو بموقع الضعف ضعيف يعني شو اللي بده يجبره اليوم يطلع يقول أنه يطلب من إيران الانسحاب الوجود إيران بسوريا ستتم مقاربته ضمن إشكالية كبيرة يعني الملف الصواريخ البعيدة المدى يلي عم تنتجح صواريخ الباليستية الباليستية مواضيع التدخل الإيراني بالدول الخليج كله باكش ديل يعني نرجعنا لربط القصص كله ببعضها والكربجي اللي حاصلة داخلية هي إنعكاس للخارج فيه فينا نختصر خليني أرجع لموضوع العقد الداخلية والتعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة تحديدا إلى العقدة المسيحية يعني اليوم كطرف طبعا فاعل مسيحيا حزب وطنيين الأحرار له تاريخه على الصعيد المسيحي للأسف الانتخابات الأخيرة يعني أخرجتكم من البرلمان مصبوط ولكن لكم حضوركم وطبعا لكم الناس بالشارع بيحبوكم اليوم أنت كمراقب عم بتشوف المشهد هل من مصلحة اليوم المسيحيين إفشال تجربة الرئيس القوي؟ أنا إلى أبعد مدى مع فكرة الرئيس القوي إلى أبعد مدى يعني إلى أبعد مدى مصبوط عم بحكيها من كل ضمير بس بدي أسأل سؤال هل القوة لدى الرئيس تكون على حساب فريق معين فريق آخر يعني خلينا نسمي الأشياء باسمعها طبعا أنه اليوم الرئيس المسيحي هل هو بحاجة إلى سلس معطل لا يكون قوي؟ أنا برأيي لا الرئيس بيكون قوي بمحافظته على الدستور بمحافظته على قسمه هناك وبشكل أو بآخر أنه يكون فوق أكثر من حكم فوق السجالات والمشاحنات وما الشباب بس الرئيس عون أثبت عمليا قدرته على لعب هذا الدور مصبوط مصبوط لسبب عم قول أنه منه بحاجة لحتى ليكون فيه من يطالب له بسلس معطل يعني هناك كمان هون نظرية بتقول أنه العهد يتخوف من تشكل جبهة معارضة بوجه قد تؤدي حكومياً إذا ما حصل هو على السلس المعطل إلى إجهاد وعرقلة المساعي الحكومية ستنا بس ما ننسى أنه مش وحده كمان يعني ما حزب الله حليف لأله بيأمن له هاي يعني مهما كانت قوية هالكتلة شو المانع اليوم دكتور إليس أبو عاصم من أنه الرئيس يكون عنده هو معنا نقول أنه هو حكم هو يدير البلد مفروض يكون يعني يلي بيعمل أو بيفصل بين الأطراف شو المانع اليوم إذا الرئيس أخذ الثلس المعطل بالحكومة شو المانع؟ المانع مانع مادي ومعنوي مادي لأنه سبق وشفنا لما بيكون في سلس معطل بتتذكري قصة الوزير الملك الوزير الملك كيف خربطت اللعبة كلها يعني خربطت كل اللعبة من وراءها هاي من ناحية المادي من ناحية المعنوية رئيس جمهورية فوق كل اعتبار نعم ما أنه بحاجة لها تب اليوم هناك سؤال يطرح يعني طالما أنه في استحالة إذا فينا نقول مش رح نقول استحالة فيه هيك نوع من عدم توفر كيمية إيجابية بين الوزير باسيل والقوات تحديدا شو لنترى القوات ليش ما بتنسحب للمعارضة وهي عمليا قوية اليوم إذا بنا نقول بمجلس النواب ليش ما بتلعب دور المعارضة من خارج الحكومة ليش فيه إصرار أنه بدنا نفوت على الحكومة وبدنا نعمل وبدنا فيك تعمل معارضة من خارج الحكومة كمان أنا لو كان الوضع غير ما هو عليه بالواقع كلنا بنعرف يعني الوضع توصيفه وصفنيه بسياء الحلقة وصفنيه مزبوط بقي في النقطة الرئيسة أنه نظام الديمقراطي لا يستقيم إلا بوجود معارضة وموالات تحديدا تحديدا يكون فيه حكومة تحكم ومعارضة أقلية أنا كأستاذ علوم سياسية بتسأليني هوني يقولك هيدا الإيديال هيدا المثال نعم غير المستحب يعني أنت تؤيد المسعى من أجل حكومة وحدة وطنية حقيقية بس مش بالتكلم الحكومات اللي مضيوا ما كانوا حكومات حقيقية؟ ما كانت يعني ما ما لقينا هالشي اللي نتوق لا إلوه ضمن توصيفنا لحكومة الوحدة الوطنية وشو المانع أنه يتكرر الموضوع علا ما هيدا هي بلشنا عديثنا بالكلام أنه لو كانوا اليوم عم بيحطوا المصح الوطنية فوق مصالحه كل الأطراف ما بيعود يسأل واحد على وزير من هون أو وزير خلينا شوي هيك نروح بما أنه اليوم عيد وفينا ناخد مجنش شوي خلينا نحلم شوي لو كنت أنت فينا نقول عندك العصى الصحرية وقادر تعطي لحكمة معينة لكل لكل مسؤول اليوم بالدولة لرئيس الجمهورية شو بتعطي؟ بالعصى الصحرية أنه يبقى فوق كل الأطراف السياسية لرئيس الحكومة المكلف رئيس الحكومة المكلف أن يكون رئيس حكومة بكل معنى الكلمة هلأ هو مش رئيس حكومة بكل معنى الكلمة أنه يثبت وجوده كرئيس حكومة برأيك هو هلأ اليوم ما عم يلعب هالدور؟ يعني أكتر بدك أكتر منه؟ شو مطلوب منه؟ على أي صعيد؟ على صعيد رئيس حكومة لبنان كل لبنان شو مطلوب يطلعي طلع طلع ثبت وجوده ما في حكومة فيها تطبيع مع سوريا كوحدة الوطنية عم بحثي يكون كرئيس لحكومة وحدة وطنية طيب لا رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب أن يفعل مجلس النواب كما يجب فينا نفعل مجلس النواب إذا ما في حكومة قصيدة مشين هيكي بنا الحكومة واليوم قبل بكرة لا سيد حسن نصر الله سيد حسن نصر الله ينتقد الاستكبار فلا يقع بالاستكبار سيد حسن نصر الله أكثر الناس تواضوا عنك لما بإلك أنا جندي في ولاية الفقه أنا بدي جندي في لبنان مش بالجيش هون الخلاف نحن ويا بنا يكون بلنا نعي بالنفس الحياة الإيجابة لا يمكن أن يقوم لبنان إذا كان فيه أيدي أجنبية أيدي خارجية تتلاعب بمصيره لا دكتور سامير جعجع شو بتعطيه بعصاك السحرية؟ بعصايا السحرية دكتور سامير جعجع ما عندي شيء سكتت عن الكلام المباح مش عملاقي إنه شيء إنه الله يوفقه شو طيب للريس دوري شامعون رئيس دوري إن الله طول عمره طول صبره ولليس أبو عاصي شو بتعطيه؟ ليس أبو عاصي إنه العمل بالسياسي العمل العام لازم يكون فيه تعالي على المصالح الشخصية وإنت متعالي هيدا توضع منك كتر خير بعطيه نيب والي جملات نيب السابق والي جملات الزعيم والي جملات شو بتعطيه؟ يبقى زعيم هو بعده زعيم بعده زعيم محافظ على أي عيض إه محافظ خليني أنت للشق الأقليمي يعني بعرف الوقت دهمنا بس حلوين هولي هيك بيعطوناك هلت بيقوله برأيك فيه مخاوف اليوم إنه إذا لبنان خرج مثل ما حضرتك أنت عم بتحذر كل الحلقة من الإجماع العربي والإجماع والمواقف الدولية فيه مخاوف من عقوبات قد تفرض على لبنان يعني الكل عم يحكي عن حزمة عقوبات جديدة قد تطال أمريكياً عم نحكي قد تطال حزب الله بأيلول نحن اليوم وضعنا الاقتصادي سيء مثل ما وصفته إذا ما بدنا نقول كارسي قادرين نحن اليوم نحافظ على صلابتنا الداخلية بمواجهة العقوبات بل تفرض على حزب الله أنا بتأمل أنه على العقوبات التي ستفرض على حزب الله وأصبحت شبه أكيد أنه تحصل أنه تكون جراحة دقيقة مثل جراحة دقيقة يعني لا تمس بالاقتصاد اللبناني وبمصالح اللبنانية طبعاً طبعاً هيدا ما نوشي بس هذا تماماً تماماً طب ما نوشي هين أنه تفصل الموضوعين عن بعض ونبعض إنما مفروض أنه يكون في وعي لدى اللبنانيين لحتالي نقدر نكون ضمن جبهة متراصة متراصة جبهة قوية متراصة لبنانية أنه نوقف لحتالي نحد من الأضرار يلي نقدر نواجه العقوبات من دون حكومة بحكومة تصريف أعمال ما هيدا هيدا رجعنا للبيت الأصيد هوني النقطة وهوني اللي عم نبكي عليه إنه ليش عم يتتأخروا كل يوم تأخير كل من سنة ضعف للبنان كل يوم تأخير خاصا من هلأ أطالة هو كنية يساوي سنة سنة لإضعاف لبنان والقدرات الاقتصادية لبنانية بتخاف من سيناريو يوناني 2 بلبنان يعني بشي بخوف عندك إحساس نحنا قادمين لمحالة ولا بعد في عنا إمكانية لنرجع بعد في عنا إمكانية بس مارش دو مانور هامش المناورة يضيق شيئا فشيئا يضيق يعني مش تازم نبني عليها في قدامنا شفنا شو صار باليونان شفنا شو صار بتركيا وشو عم بصير بتركيا وقبل بإيران وبإيران وعنيكي علينا نرجع ستنا نسأل نسأل ذاتنا سؤال ذاته إنه شو ناطرين بعد تشكيل الحكومة بالرغم من كل هالحديث دعم نحكي يعني نحنا لا نملك إلا التحليل والتمنيات مثل ما بيقولوا لأنه القرار هو بيد أصحاب القرار على أمل إنه نضحي من وحي هالعيد مثل ما بلشنا نضحي بمصالحنا وأننياتنا الشخصية لمصلحة هالوطن اللي بيستحق لمصلحة هالشعب اللي عن جد هو شعب عنيد والعيشة بتلبق له مثل ما بيقولوا حتى نقدر نكفي لأنه رسالتنا هي رسالة عيش مشترك محبة وبتستاهل إنه هالرسالة ده العيشة ما تموت أنا أبدو صوتي لصوتي وهذا شيء نتمنى شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة منشات الليلة لكم قطيب تحيات فريق العمل المؤلف من ريتا أسعد كارول كرم وزميل المخرج بيرجام وتصبحوا على خير موسيقى